ونبقى في أجواء القضاء حيث قررت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إطلاق سراح المتهم إبراهيم الصميدعي عن ثلاث شكاوى مقام ضده أعلم القضاء قال إن القضية المختصة اطلق سراح المتهم بعد تدوين أقواله بتوفر كافة الضمانات القانونية لحين اكتمال التحقيق وإحالته إلى المحكمة المختصة وضف القضاء أن الشكوى الأولى تخص الإساءة للمؤسسات العامة في الدولة والثانية مقامة من قبل وزير الدفاع أما القضية الثالثة عن تصريحنا في إحدى القنوات الفضائية تخص عرض مبلغ مالي عليها مقابل توسطه لأحد الأشخاص في تولي منصب وزري